تسعى الهيئة العامة للشباب للنهوض بالعمل التطوعي وابراز دوره في تنمية المجتمع لذلك فهي تدعم التطوع والمتطوعين في كافة المجالات وقد احتفت الهيئة العامة للشباب بالمجامع التطوعية نظير أعمالهم خلال العام الماضي مما يعزز من قدراتهم ويحفزهم على الاستمرار في مسيرة العطاء والبذل لقاء سنوي تكريمي يجمع الهيئة العامة للشباب بالمجامع والفرق التطوعية الشبابية تثمينا لدورهم الكبير في المجتمع ولأعمالهم البناء طوال العام المنصر بعد مرور عام على تطوع شبابنا وشاباتنا المتطوعين والمتطوعات في الفرص التطوعية المختلفة التي اشرفت عليها الهيئة العامة للشباب بالمشاركة مع مؤسسات الدولة من جهات حكومية وخاصة وجمعاتنا في العام أعتقد من الواجب علينا كمؤسسة تقدير هذه الجهود التطوعية بإقامة هذا الحفل المبسط الذي نجمع فيه الشباب بين فترة وفترة ونقدم لهم الشكر والتقدير والثناء على جهودهم أيضا نستعرض معهم ما سيأتي إن شاء الله في المرحلة القادمة دور كبير تقوم به اليوم أكاديمية العمل التطوعي التي أطلقتها الهيئة العامة للشباب من خلال احتضان الكفاءات التطوعية الشبابية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الهيئة العام للشباب من الهيئات السباقة في دعم الشباب للعمال التطوعية المختلفة كذلك ما قصره والصراحة تبنى والفرقة التطوعية بشكل عام بحيث أنهم قاموا يعطونا دورات طبعا فريق الاستجابة والنقاد الكويتي التطوع فريق تأسس صالة الحين نكمل تقريبا 4 إلى 5 سنوات الفريق في بداية كان تم انشاء الانتشار المركبات العالقة في البر والشواطئ مساعدة كبار السن والعوايل واحتياجات الخاصة في الوقود وبنشر والاشتراك تطور الفريق بين نحن قمنا نعطي دورات في موضوع التنمية البشرية نحن فريق بصمة كويتي التطوعي فريق الخدمة المجتمعية تقديم مساعدات الأسر المتعففة فريق الأياد الخضراء البيئي له رؤية له رسالة له أهداف من أجل مناطق صحية صديقة للبيئة والتنمية المستدامة وأيضا رسالتنا إعداد المتطوع المحترف اللي يحقق هذه الأهداف التنموية المستدامة إذن هذه الاحتفالية هي فرصة للاحتفاء بالمتطوعين وجهودهم ودعمهم لإكمال رسالتهم النبيلة في شتى ميادين العمل التطوعي دي مدى حتى التلفزيون دولة الكويت